نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقريراً سلطت فيه الضوء على مخطط جديد لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية تسعى من خلاله إلى تغيير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى للتضييق على الفلسطينيين وبحسب التقرير فإن المخطط الإسرائيلي يشمل تركيب وسائل تكنولوجية في الحرم لمساعدة شرطة الاحتلال على السيطرة على الأوضاع بشكل كبير فصل جديد من المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى وإيجاد واقع جديد من بين فصوله التضييق على الفلسطينيين خصوصاً سكان مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة الراغبين في الدخول لباحات المسجد الأقصى في مقابل السماح للإسرائيليين بالدخول وسائل إعلام إسرائيلية نشرت تقريراً سلطت فيه الضوء على تفاصيل مخطط وزارة الأمن القومي الإسرائيلية والذي يشمل تركيب وسائل تكنولوجية في الحرم القدسي لمساعدة شرطة الاحتلال على السيطرة على الأوضاع بشكل كبير محاولات متجددة من قبل السلطات لتركيب كاميرات مراقبة في ساحات المسجد الأقصى قوبلت في السابق برفض ومعارضة شديدة أدت إلى احتجاجات عنيفة مخططات يتبنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غافير لتهويد المسجد الأقصى ونزع الهوية الإسلامية والمسيحية التاريخية من مدينة القدس المحتلة وفرض الطابع اليهودي خطة العمل الجديدة للوزير اليميني تستهدف تعزيز قبضة الاحتلال في الحرم القدسي ومنح الإسرائيليين الحق في اقتحام باحات المسجد الأقصى في مقابل التضييق على غيرهم أهداف جديدة لإسرائيل تأتي بعد الأزمة الكبيرة حول وضع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة التابعة للشرطة على أبواب الحرم في عام 2017 والتي أصارت احتجاجات عنيفة بين أهالي القدس المحتلة وشرطة الاحتلال الإسرائيلي الأعضاء اليمينيون داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية يسعون لفرض إجراءات جديدة وواقع دائم داخل مدينة القدس المحتلة وفي الحرم القدسي استغلالاً لانشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة من عدوان غاشم تجاوز الشهره السادس فضلاً عن موقف رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو الذي لا يرغب في انهيار التحالف الوزاري القائم